البداية من صنعاء حيث شيع آلاف مفتي اليمن القاضي العلامة محمد بن اسماعيل العمراني إلى مقبرة الدفع في مديرية السبعين عقب الصلاة عليه بمسجد الزبيري ويعد القاضي العمراني أشهر علماء اليمن المعاصرين ومرجعيتهم الكبرى في العلوم الشرعية كما أنه شغل منصب مفتي الجمهورية اليمنية لسنوات طويلة فاليمن تودع عالم من علماء الإسلام شيخ الإسلام محمد بن اسماعيل العمراني قضى عمره وحياته في الدين وفي جهد الدين حتى توفاه الله سبحانه وتعالى كان عالم منظار عالما في الفقه كان عالما في الزيدية والشافعية والحمبلية والمالكية والحنفية كان يفتعى الخمس المذاهب كان عالم الرباني ما نظر إلى الحياة ونظر إلى الأسباب فيها ولكن نظر إلى ما بعد الموت بنا حياتها الأبدية أخالينا فيها أبدا هذه الحياة وربا له طلاب يحملون هذا العلم وهذا الفقه الشرعي الذي ننجو به من حياتنا في الدنيا وفي الآخرة فكان الإمام العمراني رحمه الله يوصينا أن لا نتحزب ولا نكون مذهبيين ولكن نجمع الصف ونوحد الصف وتكون كلمة الله العليا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر